في ظل رؤية 2030 للتنمية المستدامة تستثمر مصر الجهود في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد والصحة حيث تم بناء مركز التميز العلمي لأبحاث وتحليل الأغذية سفراء بمنحة مقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استيفا لمدينة زويل كأول مركز متخصص في مدينة السادس من أكتوبر لتقديم خدمات اختبار سريعة وضقيقة لتحليل المنتجات الغبائية والمائية والزراعية والعينات التي تحتوي على مايكروبات والغرض منها تقليل استخدام المضادات الحيوية هذا المركز متخصص بإجراء التحليل المتخصصة لكل أنواع الأغذية والعينات التي قد تحتوي على مايكروبات أو ملوسات كيميائية في الغذاء أو المياه أو بعض المستحضرات الصيدلانية بالإضافة لذلك المركز يتميز بإجراء أبحاث متخصصة جدا باستخدام فيروسات بنسميها لقيمات البكتيريا البكتيروفاج هذا الفيروس له القدرة على القضاء على البكتيريا الممرضة دون الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية سواء كان في الحيوانات أو في الغذاء أو خلافه نحن نتميز في مدينة زويل بوجود هذا المركز البحثي لأننا تقريبا هذا المركز الوحيد في المنطقة وفي الشرق الأوسط الذي يهتم بإجراء تلك الأنواع من البحوث بغرض تقليل استخدام المضادات الحيوية والقضاء على البكتيريا الممرضة دون الحاجة إلى استخدام أي مواد كيميائية أو مضادات حيوية قد يكون لها أثر سلبي على صحة وسلامة الإنسان ولدى المركز أهداف بحثية فاردة أخرى مثل تطبيق المكافحة الحيوية ضد مسببات الأمراض البكتيرية المنقولة بالغذاء باستخدام فيروسات صادقة للبيئة والإنسان تسمى بلاقمة البكتيريا البكتروفاج شغلنا متمد على تطوير علاجي باستخدام البكتيريوفيج للعلاج على الميكروبات الممرضة زي الكليبسيلا نيمونيا ده مشروع الماجستير بتاعي هي بكتيريا بتصيب الإنسان في الجهاز التنفسي وفي الرئة وليها برضو أضرار كتيرة فاحنا بنحاول نلاقي علاج بديل للمضادات الحيوية باستخدام البكتيريوفيج المركز هنا مركز بحثي قائم على استخدام البكتيريوفيج ودي عبارة عن فيروسات صديقة للبيئة بنستخدمها في القضاء على البكتيريا الممرضة سواء في الإنسان أو الحيوان أو ممكن في الحفظ الأطعمة أو البكتيريا اللي بتصيب الأطعمة هنا في المركز أنا شغالة على بعض سلالات البكتيريا الممرضة زي الإشريشيا كولوي أو السيدومونس في الحقيقة احنا قدرنا ان احنا نطور نظام توصيل علاجي كابسولات بتحتوي على البكتيريوفيج وده بنحنا نقدر ان هي بتستهدف البكتيريا الممرضة في الأمعاء بالنسبة للدواجن وعملنا يعني قدرنا ان احنا نطور النظام ده وعملنا الاختبارات اللازمة ليه في الحقيقة وصلنا لنتاج كويسة جدا ويعد هذا التخصص فريدا ليس فقط في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناء على الخبرة البحثية لمدير المركز الأستاذ الدكتور أيمن الشبيشي حيث يعد الهدف الأساسي استخدام بديل للمضادات الحيوية والمواد الكيميائية المستخدمة في مقاومة المايكروبات ترجمة نانسي قنقر